سلامات سلامات للقيادات كيف حالكو يا حلوين يطيكو العافية جميعا بتمنى تكونوا بصحة وبعافية وبخير بوجهكو تحية كبيرة عن الأستاذ خالد جبل خليفة من مدرسة حسن حرازين الأبية مدينة غزة كل التحية لطلاب الضفة الغربية الكرام في رمالة ونابلس والخليل وطوباص وكل من يتابعنا في سلفيت وفي كل مدن الضفة وطبعا أجمل طلاب طلابنا الكرام طلاب قطاع غزة من رفاح حتى بيت حنون بتمنى كلكم صحة وعافية وتكونوا كلكم بخير بإذن الله وطبعا بخلاش الأمر من الظروف كلنا عنا ظروف ما حدش يقول لي يا أستاذ أنا شاعر أنه أنا خلص مش هيصبط معايا السنة لتوجيهي أو في عندي قصور كثيرة في المواد وأنا مش قادر يعني أنا مش عارفش أقول لك بتحداك إذا فيه بيت فيش فيه ظروف وظروف خيالية كمان فأنت حاول تنظر للموضوع حكم الأمر الواقع هاي واقعنا وهاي الموجود قديش أنت قوي تتحدى الظروف هذه ولربنا كاتبه بدي يصير تمامي شباب خيالي نبدأ في المادة وأعانكم الله على ما أنتم فيه وطبعا بإذن الله ربنا بضيعش تعب حدا ولو تعب بسيط تعب بسيط جدا ربنا بضيعش نشوف الموضوع هذا الجميل الملح تعرفوا الملح ملح الطعام أشهر ملح تعرفوه في حياة طول عمرنا منعرفوه ملح الطعام اللي هو والحمد لله منعرفش غيره الخواصة الحمضية والقاعدية لمحالية الأملح يعني نجيب ملح معين ويكون فيه بسلك إما سلك حمضي أو قاعدة أو متعادل يعني لا هيك ولا هيك بتكتبع مايك كويس في التفصيل اللي أنا عامله هنا تفصيل خيالي يعني تفصيل خاص بنا إحنا وحيساعدك كتير وديروا بالكوا إحنا عشان تكونوا في الصورة كل حرفة منكتبوهان موافق للكتاب وموافق للإجابات النموذجية في الانتحانات بلا شيء يعني فيه طلاب كتير يسأله يعني لو اختصرنا زيك لو عملنا زيك بدون علامات أنتوا بتفكرون جايب منهجي من وين يعني مش جايبوا من الكتاب الرسمي يعني أو أني أنا مثلا ما طلعتش على الإجابات النموذجية المتبعة في الوزارة فأنا مش متبع نفس سلوبها لا يا جماعة هذا سلوب المنهج المتبع في الكتاب والإجابات المتبعة في وزارة التربية والتعليم الرسمية مش تأليفي وخراجي لكن ترتيب للأمور هي خاص بي ترتيب للأمور الملح مركب أيوني يدج من تفعل حمد وقاعدة عن جاد يا الله الله يعني معلومة خطيرة يا الله خطيرة من مرة حمد وقاعدة بده ملح ماء طول عمرنا بكتبوه نزحاكها شوف بكتبوه زيك حمد زائد قاعدة بعطي ملح زائد ماء إحنا لدينا نحكي في الملح هذا اللي تكون من الحمد وقاعدة إما أن يسلق سلوك حمدي أو يسلق سلوك قاعدة أو لا حمدي ولا قاعدة اللي هو إيش بدي يكون متعادل تمام شوف معي هنا مهم الأملاح أنواع أملاح تتأيين في الماء مكونة أيون موجب وأيون سالب وكلمة تتأيين يتتفكك في الماء يعني بنجيب ملح معيم بنحطه في الماء كنت أقول مي وبيعطي أيون موجب وأيون سالب إيش معنى الكلام هذا؟ معنى أنه ما تفعلش مع الماء لم يتفاعلها لم يتفاعل مع الماء تفكك في الماء كويس؟ وملاح تتفاعل مع الماء منتجة إما أيونات الله صلى الله عليه وسلم أيون هيدرونيوم أو الهيون الهيدروكسيل أو الهيدروكسيد وتسمى العملية بالتميه فما هو التميه؟ قدرة بعض أيونات الأملاح على التفاعل مع الماء وإنتاج إما H3O أو أتش أو كلاهما يعني يا بنتج هذا فبصير سلوكه حمضي بنتج الأو أتش بيصبح سلوكه قاعدة أو كلاهما فبيكون متعادل الملح الناتج من التفاعل مش تعريف الملح هذا مش معنى بلوله لا زي تفكروا التعريف لا الملح الناتج من التفاعل يصنف حسب سلوكه إما حمضي أو قاعدة أو متعادل تعالوا شو مع بعض هاي التصنيف أمامنا المحلي الأملاح الحمضية سهل الكلام جدا يعني بينتج من حمض قوي وقاعدة ضعيفة يعني بكل بساطة الموضوع تشوف كيف إذا عملنا حمض وقاعدة وهي حمض وقاعدة وهي حمض وقاعدة شوف ما يخوه إذا الحمض قوي وهذا ضعيف فبالتالي ملح حمضي بس إذا الحمض ضعيف وقاعدة قوية فبالتالي الملح قاعدة يا موضوع إيش سهل طب إذا الحمض قوي والقاعدة قوية أو الحمض ضعيف والقاعدة ضعيفة متعادل فالجو بيغلب الضعيف ويصبح إيش حمضي القوي يغلب الضعيف ويصبح قاعدة متسويين في القوة متسويين في الضعف متعادلين بس هاي كل الموضوع نوسع مجال الحديث طبعا مقدام قلنا ملح حمضي فبالتالي البي أتش أقل من سبعة والتميه بكون الأيون الموجب هذه خطة حنتبعها سلوب حالة حنتبعها عدك بتشوف كيف طب لو قاعدة لازم البي أتش تكون أعلى من سبعة والتميه مقصد بالتميه أن نقولنا إيش التفاعل مع الماء يعني والتميه حيكون الأيونيش السالب طبعا تذكروا لما كنا نصنف لحمد والقواعد إيش كنا نقول لي موجب حمض سالب قاعدة موجب حمض سالب قاعدة فلستنا في نفس الألية عفوا طب لو متعادل البي أتش تساوي سبعة مفتاح الحل هاي المفتاح يا قائد يا قيادات فلسطين الشباك والبنات مفتاح الحل الأيون الموجب لما تشوف قدامك أيون موجب كيف بدك تخلص حلك فيه شوف معي إذا لقيت أيون موجب زي كن اي موجب معوش هيدروجين ضيف له أو أتش على طول والنتيجة دائما حتكون قاعدة قوية وأقول إيش في يا عم إيش بحكي يا عم طب باك أنا بدك ملخص الظغير وعدي بديت أحل الأمثلة بتشوف تعيطش طب لو لقيت أنت الأيون الموجب أمامك عبارة عن أن أتش يعني فيه مش زي هذا فيه هيدروجين انزع منه هيدروجين ننزع منه والنتيجة دائما قاعدة إيش ضعيفة طب الايون السالب هده الموجب طب الايون السالب دائما حنضيف له هيدروجين تعيشوا مع بعض القصة هذه اللي أنا حكيتها من هان لهان شي هي هنمسك مثال على المحلول الحمضي ومثال على القاعد ومثال على المتعادل بعدين نضيكوا أمثلة ملخبطة انحلها وتستعرف لحالك كيف هنفكر فيه طريقة تصنيف الملح هل هو حمضي أم قاعدة أم متعادل نوقف الفيديو شوي واكتب المعادلات الدول ينا يا شباب نبدأ فيه النظام الأول محليل أم لا حمضية الأسليب الأسئلة كتير أكتب من السلوب شوف السلوب هذا كيف بقولك فسر بالمعادلات الكيميائية السلوك الحمضي عارفش يعني بيقولك الكلمة وأنا معناها أنه هدول أحماض فسر السلوك الحمضي يعني هدول أحماض فسر السلوك القاعدة قواعد فسر السلوك المتعادل المتعادلين فهينا حيكون واضح الإشي مرات بيجيب المركب هذا بس لحاله هيك أو ثلاثة هدول أو اختر يعني هذا إيش سلوكه؟ حمضي ولا قاعدة ولا متعادل فبنا نعمل الأفكار هذه كلها نتعلمها عن طريق أول شيء للسلوب المعادلات فبنحل أي سؤال اختر أو غير اختر نخترنا سؤال المركب الأول NH4CL هين كتبتلكو هنا أملاح حمضية و NH4CL كيف بدنا نسوي قيادات؟ بدي بعد إذنك تيجي تفصل المركب بحكم إنه عندك أنت معلومات كويسة ومأسس صح وبتعرف إنه NH4 إشي والCL إشي وبينكتب الموجة في الأول ثم السالب 99% من المركبات زيك بعدها COO لحماض الكاربوكسرية بينكتب السالب ثم الموجة المهم هين كتبنا الموجة ثم السالب يلا هل قيت اكمل المعادلة لاحظ كيف سهم واحد لأنه ملح ما مش أحماض واحد ضعيف واحد قوي ملح معادلة عادية وهي ال NH4 الموجة زائد CL السالب تمام يا أستاذ؟ تمام يا أستاذ بدي أعملك حركة هنا هيك بديك تعملها بطريقة بديك تعمل أقواص معلمك عمل أسلوب أجمل من هيك بس أنه أنت بس بدك الألية بدك الفهمة بدك تفهم مني وتعمل ألية معلمك مش غلط اللي بدك هاي عمله اكتب هنا NH4 قبل ما تكتب ما ترقب في التصنيف أنا إذا لقيته أيون موجب أمامك ومعه هيدوجين انزع منه الهيدوجين عشان نرجعه لأصله يعني أنه هذا الشيء أصلها NH3 فالأيون الموجب معاها هيدوجين بننزع منه هيدوجين معه الشيء ونعطيه هيدوجين عشان نعرف أصله الآن العيون السالب نضيف له هيدروجين العيون السالب نضيف له هيدروجين العيون موجب يمننزع منه يمنعطيه حسد يمنعطيه قدش اذا ما عش هيدروجين يالله هالكيد ايش بتعرف عن الاتشثري قاعدة ضعيفة ايش بتعرف عن الاتش سي قال حمض قوي فبالتالي هذا المركب الامامك تصنيفه حمضي ملح حمضي والله احنا قدامك اتبها ماشي يا محترم ماشو مرات بجيك السؤال مركبات وبسألك ايش تصنيفهم حمضي ولا قاعدة ولا متعادل يعني اعتبر الدرس هذا مش درس بشكل عام عين عينك انه هذا حمضي اعتبره مش موجود كيف كنت حتعرف تصنيف الملح بالحركة هالي بترجعه لأصله وبترجعه لأصله هذا مدم قوي بيالقوي بغلب الضعيف فهذا في التالي ملح حمضي فهذه الحركة عملناها ليش لسببين السبب الاول معرفة نوع الملح ولو انه معروف الآن بسأعتبره لحاله كان في الاختر معرفة نوع الملح السبب الثاني نعرف مين الذي من قال مين قال من الذي سيتميه يعني مين حيتفاعل يلا هالقيت يا كبير مش هدي قاعدة ضعيفة يبي هذا حمض مرافق قوي مش هدي قاعدة ضعيفة حمض مرافق قوي طيب مش هدي حمض قوي هذه قاعدة مرافقة ضعيفة لو ما تكتب إذا بدك قاعدة مرافقة لانت تكتب معلومات تتخلص حالك فإذا بتقدر تكتب هيك مش هدي ضعيف قوي قوي ضعيف اختار القوي انت وكتب عنده يتميه والضعيف لا يتميه هذا السلوب رقم واحد في الحل طيب إيش السلوب الثاني؟ أنا كتب لك هنا في الجدول إيش كتب لك؟ إذا لقيته ملح حمضي مين اللي حيتميه؟ الموجب لو لقيته ملح حمضي مين اللي حيتميه؟ فالطالب مش بحتاج يعرف مين القوي ضعيف مجرد إنه لقيته ملح حمضي مجرد إنه لقيته ملح حمضي بروح للآيون الموجب مباشرة بقوله انت حتتميه غصبا عنك واكتب معالة التميه للملح الآيون الموجب هذا يلا إيش هي؟ هيا NH4 موجب زائد H2O تمام؟ طبع هنا ما فيه عصة همه يلا ها قيت بشهد حمض سيمنح هايضي H3O زائد N H3 ها في الماء إيش زائد تركيز؟ هايون الهيدرونيوم فاش حنكتب هنا؟ يا بنود يا سطر واحد ها زيادة في تركيز هايون الهيدرونيوم بالتالي هنا تقل قيمة مين بكرهها؟ البي اتش عن سابعة البند لخير يا بنود يا سطر واحد زيادة في تركيز هايون الهيدرونيوم بالتالي تقل قيمة البي اتش يسلك سلوك حمضي موارد بيسأل بيستفسر ايش السلوك بيسلك ال NH4CL بيقولك ايش انه هو حمضي هو بيسألك ايش السلوك بيسلك ال NH4CL تعمله هيك بتقوله يسلك سلوك حمضي يا اما بقول لك لماذا يسلك ال NH4 سلوك حمضي هو بقولك ليش هذا سلوك حمضي تعمله المعادلة وبتورجيه انه هذا يتميه لما تفاعل مع الماء اعطى زيادة في تركيز هايون الهيدرونيوم فبتالي تقل قيمة البيئات فبتالي نستكسلوك حمضي مين هدا هذا القاعدة أملاح قاعدية اللي مفهمش هالقاعد وقال باي 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 اه ضوّل بالك يا ما يحمودي حنحلس له كتير 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 يا الله هالقاعد شوف معي كمان مرة هدا ملح هالقاعدة أنا منقلك أنا بغشي شك هذا ملح قاعدة هذا ملح قاعدة بعدها سأعطيك أمثلة ومش هقول لك إيش هو ونحل مع بعض وتشوف كيف بنعرف فين حمضي ولا قاعدة اعمل معادلة العادية موجب سالب ان اي موجب زائد سي ان سالب معادلة سهلة وحلوة هالقاعدة اقسمو من النص ها وها يلا هالقاعدة ايون موجب ها شوف هاي سايب الملزمة قدامك ايون موجب ومعوش هيدروجين بنضيف لأو اتش يعني ان اي او اتش طيب والسي ان سالب اعطيها هيدروجين سي ان اتش ايش هذا اتش سي ان بتحط الموجب في الاول ثم السالب والله ما بحب بشطب يا الله اتش سي ان عشان الموجب حطت في الاول والسالب الثاني ترتيب شكل وليس إلا اتش سي ان واحبول هادي يا ساز حمض ضعيف وهادي يا ساز قاعدة قوية طيب ايش استفت من المعلومة هادي بتقولي مدام قاعدة قوية بتبطحوا للحمض وبتبهدلوا وبتمس وتمسح فيه الارض وبتعتبر هذا الملح قاعدة هذا ملح قاعدة يبقى عرفنا تصنيفه ولو اني كتب عنوان هنا لملاح القاعدية مالكاش دعوة كانه مش مكتوبة كانه عمالي بصنفه طيب يلا ايش استفدنا انه كتبنا الان ايه باقي قوي اصله قوي يبقى هذا اش ماله ضعيف طب والحمض الاسي ان اصله حمض ضعيف يبقى هذا اش ماله قوي والقوي هو اليتميه بتروح للقوي يتميه والضعيف لا يتميه شفت عد كيف او اسلوبنا اللي هناك في الجدول اذا لقيته الملح قاعدة روح جراي لمن اللي بتميه العيون السالب مين بتميه العيون السالب فانا فعلا اخترت العيون السالب وقلت له يتميه وقلت للموجب انت الله يسأل عليك والقلب دعي لك شو يعني يتميه يعني يتفاعل مع الماء طب يلا فعل لي مع الماء ويثور جيني كيف سي انسالب زائد اتش تو او هنا في اتش تو او هنا ساهم رايح جاي الله ما صده محمد ايش بدي يعطينا هذا قاعدة صح حيها كلمة قاعدة ولو احد قلت كيف عرفتها قاعدة ايون سالب لو ايش في فكرة تانية مع هاش هيدروجين تمنحه هذي ما مع هيدروجين تمنحه هذي مستعدة تستقبل هيدروجين وليس تمنح هيدروجين فعشان القاعدة هيعطيني اتش سي زائد او اتش سالب اه المرضيش اكتب تلات بنوت زي هيك بده واجه يكون عشان اسالب كتير ها شوفش بده اكتب زيادة في تركيز ايون او اتش بالتالي تزداد قيمة بي اتش مش اصحاب هاد تزداد هاد بتزداد فيسلك فيسلك الملح سلوك قاعدي هاي جابة نموذجية مزغلة ومرتبة وفخمة ايه حالة حالة هاينا من مثال على الحمد ومثال على القاعدة تعال ناخد لقية مثال على ملح متعادل ثواني هاينا من لح المتعادلة ناخد مثال NACL ملح الطعام الاشهر واللي الوحيد بنعرفه في حياته طول عنا نعفش له الملح مع الماء فكه موجب سالب N A موجب زائد C L سالب بعد ما خلصها لقيتنا هاي اخد نموذج حمضية اخد نموذج قاعدية بدي اخد نموذج متعادل بدي ارجع برجوع ناخد عشوائي بتشوف كيف تعرف تحل بدون ما تكون عارف انه عيني عينك هذا مصنف ايش متعادل تمام يلا هاي قيتمش ايون موجب ايش قلت لك انا هاي قلت رفعت الملزة من المقدمة عشان اتكاش تغش ايش قلت لك اما يكون ايون موجب رجعوا للاصل كيف اذا لقيت هيدوجين خد منه هيدوجين ما لقيتش مع هيدوجين اعطيه O H N A O H طيب اليون السالة دايما ال D H شو راك في هاد القاعدة قوية شو راك في هاد الحمض قوي ايش راك هنا قوي وش راك في هادا قوي يلا اصل السي المده ماذا هيدا قوي بي هدي مرافقه ضعيف وهذا قوي هذا مرافقه ضعيف يبقى هادا لا يتميه وهذا لا يتميه المحلول متعادة بي هادا سبعة شايف يا قائد يا كبير شايف والله شايف يا استاذ وحيات والله شايف يا استاذ تمام هل قيت بتدديكم مثال تاني N H 4 C N هيك منيح اه ساهم ما NH4 موجب زائد C N سالب وهنا موجب وهنا سالب هاي هم عملتهم يلا نجرع كل واحد لأصله الهيون الموجب ومعه هيدوجين ننزع منه الهيدوجين بيصير NH3 ايون سالب نعطيه هيدوجين C NH كل مرة باكتبك HCN شو راك في تصنيف هذا هم الضعيف شو راك في تصنيف القاعدة هذه ضعيفة طب شو أصل هذا معناه ما ده هذا ضعيف هذا ايش قوي مدام هذا ضعيف يبقى هذا ايش قوي مدام هذا قوي بيش نحن تكتب هنا يتميه وهذا يتميه وقالوا شو راك بشوف كله بتميه ساتة نظر نص عقل كنهم ولا ايش اه نص عقل يلا اكتب معادلة يتميه واليتميه ال NH4 موجب في وجود الماء هيعطينا ايش هذا حمد هيمنح هيعطينا H3 O زاد NH3 طب يلا نشوف وهي الماء هذي قاعدة هتستلم O H سالب زاد H C N شايف كيف هنا زيادة في تركيز ايون ال H3 O وايون ال OH المحلول متعادل BH ساوي سابعة زاد تركيز هذا رح هذا زاد تركيز هذا ظلهم نتنين زي بعض عشان هذا يتميه وهذا يتميه حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله هذا جزء الاول هنعمل الجزء التاني لباقي اللي هو الاملاح بشكل عشوائي نكتب مجموعة املاح ضخمة هنا ونبدأ نشتغل سلوكه حمدي سلوكه قاعد سلوكه متعادل وناخد مجموعة ملاحجا بعض نصنفها مين كذا ومين كذا نعمل شغل كتير مرتب بإذن الله هتكون مبسوطين جدا ومقويين جدا في هذه المادة ونحن طبعا نعمل مراجعة سواء على اليوتيوب او بشكل عام في مركز كويكوي هنعمل المراجعة الوحدة الاولى والتانية هذيكوا تفاصيل الموضوع هذا ان شاء الله في اللقاءة اختار اسئلة يعني ذكرت مش طبعا في امتحانات وزرية انجابت مثلا امتحانات المحلية مثلا مدينة غزة عاملة امتحان خانون نس عاملة رفح عاملة رمالة نابلس الخليل يعني شفت كتير يعني قباطية فعندي امتحانات كل المدن الفلسطينية فاي فكرة غريبة هيك فضائية هنعملها فيديو عشان انت تسير ملم بكل الافكار مع ان هاي طبعا افكار الوزرية هي المعتمدة فقط مش افكار المعلمين اللي ممكن مثلا الاستاذ يحاب يعمل فكرة معينة او يعني يقول بدي اعمل خدعة او شغلة مش هي المقياس المقياس امتحانات الوزارة واللي هي وفقت انا في منزمتي وفقت امتحانات خمسة عشر سنة فما حتى يجيب لي السؤال ويقول لي هاي هذا استاذ ما عطتناش زيه مش انا انا امتحانات خمسة عشر سنة اذا كان استاذك مقلف سؤال حلم فيه وكتبو فمش معناه انا معطيتكاش افكار لا انت حابب تاخد افكار غير هيك فانت حر حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته